تقول أن هذه هي الأخبار الأخبار التي تتعامل مع إسرائيل؟ سايدا توقف منذ أن بدأ حصار الحوثيين على البحر الأحمر على الكيان فإن أحد أهم البدائل عندهم بديلين رئيسيين قاموا بهم بديل تبين الآن هو مصر وأن هناك على الأقل تسعة عشر رحلة بحرية ضخمة ورحلة البحرية قد تكون فيها أكثر من باخرة بالمناسبة ذهبت إلى الكيان تنقل له كل السلع هذا الكيان الذي يمنع دخول المواد أكثرية المواد لا تدخل وفي فترات قطع دخول أي شيء والآن ما يدخل غزة هو ما يساوي 5% ما كان يدخلها قبل 7 أكتوبر فإن في هذا الوقت تبرع الصهيوني الذي يحكم القاهرة ومن معه من الجنرالات بفتح ممر بحري بين خمس موانئ مصرية إلى موانئ إسرائيل في حين أن الكيان يمنع دخول المواد حتى من الأراضي المصرية والحقيقة أن الكيان فضح السيسي وفضح نظامه عندما خرج المحامي الإسرائيلي في مرافعات محكمة العدل الدولية وقال أن جزء رئيسي من المنع هو تقوم به مصر ولسنا نحن وهذا جزئية صحيح المنفذ الثاني للكيان الذي يجوع ويعطش ويقتل بلا حساب بلا حدود أطفال نساء رجال يدمر المدارس المساجد البيوت كل شيء كل شيء في غزة المنفذ الثاني يأتي من الإمارات مروراً بالسعودية مروراً بالأردن ويدخل للكيان وفي نفس المواد تأتي من أي بلد تصل للإمارات هناك تجار أيضاً في الإمارات يبعثون بالسلاح تمر هذه السلاح على السعودية وتجار في السعودية يبعثون سلاحهم أيضاً وتجار في الأردن يبعثون سلاحهم أيضاً في حين أن أطفال غزة ماتوا جوعاً ليس مجازاً هذه حقائق وأن المنظمات الدولية تقول بأن أطفال غزة لخاصة لتحت خمس سنوات أكثرهم سيعيش بأمراض إذا عاش بأمراض مزمنة وربما بإعاقات الفاكسن هذه التعشن للأطفال ما خلوهم شي دخله الناس تشرب من أكثرية الغزيين يشربوا من مياه آسنة قذرة لا يجدون ماء ومع ذلك فإن الأنظمة هذه لذلك في الحقيقة ما نراه هو فقط فضح لهذه الأنظمة كما لم يسبق له مثيل فإذا تكشفت هذه الحقائق الآن من مصر إضافة إلى الإمارات والأردن والسعودية والبحرين وجماعة عباس لأموالنا ترحلها يقومون بحراسة المستوطنين الذين يقتلون الفلسطينيين سواء في مناطق جيم أو في مناطق باء أو حتى في مناطق ألف ثم يخرج لك تبون دار لهم كارثة خرج وتحدث على إرسال الجيش بدأوا المصريين يهاجموا سكتوا عليه اليومين اللولين لكن هؤلاء يهاجموا لأنه قال لك هذه إيهانة المصر وأنه حتى لما يقول يبعث الجيش ولو لأمور إنسانية فما معناه راي يقول باللي إحنا اللي نمنع طبعا أنتم اللي تمنعوا هذا ما فيش نقاش لكن تبون في الحقيقة راه فقط فلت له الخطاب راه كان يريد أن يقول نريد فقط أن ننشئ كي تتحل بلاد فغلط قال كون يحلونا المصريين هاو ما يحلوكش المصريين روح لبشار الأسد يحلك ما هي الحدود ما بين بشار الأسد والكيان الصهيوني أكبر بكثير من الحدود ما بين صهيوني القاهرة وتل أبيب ومع بعدين هاي كين البحر وروح من البحر هاي كين الأجواء روح من الأجواء مش عندك طائرات وأموال الشعب الجزائري تصرف على السخوي وعلى الميق وعلى من يش عارفواش لكنه إنسان تافه فهو لا يعرف ما يقول هذا إذا كان بعقله إذا ما كانت شارب أشياء ونحن نعرف أن هؤلاء القوم لا تقوم لهم قائمة إلا بما يشربونها من منومات ومخدرات وكحول وكوارث أقسم لي أحدهم حضر نهار 13 نهار الجمعة 13 ديسمبر 2019 قال لي كانت رائحة بتبون نهار القسم قال لي من بعيد 200 تشم الرائحة انت على الخمر فيه قال لي جا خابت الصباح تخيلوا وحاط يدعو على المصحف الكريم وأنه يكون والشعب ومش عارف إلى آخره ولذلك بعض الناس تغربوا وقال لما شافوهم داروا منش عارف مسرحية هذه تعال دومينو ما الدومينو وحاو يظل يدوم شنغريحة وتبون وهو شي يعرفوا في الألعاب يعرفوا الدومينو والكارطة والكاسيدور وأشياء أخرى هذي هي وش موجود هذا محل بتكما يقول مثال الشعبي حتى لما جاوا يلعبوا في وقت العالم مضطرب البلاد فيها كوارث وأشياء الناس مرت اللي ما عندوش المال اللي ما عندوش الكهرباء اللي جا يع اللي حتى لما جايوا يديروا في اللعبة التلهية ما راحوا تجابوا الألعاب اللي راهي الآن منتشرة على السيدي للعاب اللي يلعبوها الشباب بحق راح جايب الدومينو دومينو لمensivecon يلعبوا يلعبوا الناس الكبار اللي فارغين الشغل واللي المفروض يقضي وقته خاصة إذا كان يقترب من الموت يقضي وقته فيما ينفع لآخرته أو يقضي بعض الشباب اللي ما قرأه ما شاف ما تعلم ما إلى آخره يتلقاه يعني يلعبوا شوية دومين ولا يلعبوا الكارب لكن هذا كي إنسان ضايع ووقته ضايع وحياته ضايع كي يضيع وقته في الدومين لن يخسر كثيرا فهو كله خسارات لكن أني أجيب بأموال الشعب ودير للدومين دير كارثة كنت أقول العقل دير الشطرانش العقل دير الشطرانش أو دير ألعاب أخرى تعقل تنمية العقل مش عارف من حق الناس أن تلعب بطبيعة الحال لكن مش في وقت الجد وبعدين ما هو أي لعب مش أي لعبة لكن هذا وش كائن أنتم راكم تشوفوهم مرات لأن التلفزيونات ضخمهم وأذنابهم وجرأ عيدهم راهم تافيين بشكل لا تتصورونه راني كنت دبلوماسي صحيح ما أبقيتش كثير وغادرت أنا عمر 32 سنة غادرت من دبلوماسيتهم ومناصبهم وأموالهم وتركت كل شيء من أجل أن أقول كلمة حق لكن راكم لا تتصورونه حجم التفاهة والرداءة اللي موجودة عندهم صحيح؟ في وقتنا كان الوضع أقل سوء لكن الآن راح يرحت الأمور بشكل لا تتصورون ولذلك هذا الكلام اللي ينتشر كلام الفحش وكلام البائس والبذيء على السوشال ميديا وفي الشوارع منين جاي؟ هولها على دين الحاكم ممعارفية شنغريحة يبدأ اجتماعاته بالكفريات أقسموا لي من حضروا اجتماعاته قال أنه في الاجتماع قد يشتم ربي سبحانه وتعالي سب الجلالة عشرين مرة في اجتماع ربما ساعة أو ساعة ونص كل كلمة معها الكفريات ولذلك إذا لم يتغير الأمر ويأخذ الأحرار بزمام الأمور فسندفع أثمان غالية في كافة الاتجاهات بالمنطق يقول أننا سندفع ثمان غالي بالدين يقول أننا سندفع ثمان غالي بواقع الأشياء يقول أننا سندفع ثمان غالي سندفع أثمان غالية إذا لم يتغمدنا الله برحمة منه وقام الأحرار وغيروا هذه الأوضاع ترجمة نانسي قنقر